السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام صلى الله عليه وسلم بذبريك على سيدنا محمد. نستفتح بقول الله تعالى. رب يشرح لي صدري يوسر لي امري. وحلو العبطة من لساني يبقى وقوض. بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله. اذن ان شاء الله هنشأت المحضر الاخير بتاعة اللي هي ايه? اه اللي فيها الدييس الجريزم عشان يعني ايه كان فيه شوية حاجات اه مضبطة شوية. بس باذن ان شاء الله هتلاقي الدمئة كثير. الله مستحب. بس اه نبدأ بس اه بضع مذاكرة. اللهم انسألكتها من نبيين واحيضا من رأيت المقربين. اللهم اجعل الاسناتنا عمليتا بذكر. وقلوا من مخشاتك واسران بتاعاتك انك على كل شيء قطير. وايضا يعني اللهم صلى الله عليه وسلم بارك على سيدنا محمد النور المدعب للنسيان وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ببارك. سننقرأ بلا تنسى علمني ونفعني ونفعني بمعلم تانية حتى لا انساهو يا رب العالم. طيب يا شباب هو بيتكلم عن ايه? اللي بيقول لك اه المدعن بلوك سايفرز. اه احنا كنا عارفين ان عندك اللهم صلى الله عليه وسلم بارك لسيدنا احمد سايفرز. وعندك بلوك. اللي هو مسلا اه بتحول بت بت بتحول بايت بايت مسلا الى اخره. وهكذا. انما البلوك انت ممكن تجمع شوية عدد من البيتس عدد من البيتس وتحولهم بكذلك ايه? عدد من بيتس يعني مسلا اخدت خمسة بيت وبحاولها بخمسة بيت. الى اخره. تمام? وهو بيقول لك ان البلوك سايفرز يعني ايه? اه ده اللي هنشتغل عليه يعني وفيدا. وده اللي هنركز عليه في الدي اس. عظيم? عظيم. اللهم صلى الله عليه وسلم بارك لسيدنا محمد بيقول لك بلوك سايفرز اللي بنعملها في بلوكس. اه اللي هنشتغل عليه. وبيقول لك مسلا ممكن يبقى اربعة وستين بيت. انما بقى بيت بيت او بايت بايت الى اخر. ماشي? ودلوقتي موظم السايفرز يعني بيقول لك ايه? عظيم? عظيم. ديت صورة سايفر هتلاقي هو دخل على وبعد كده احول له ايه? عظيم. اه قصد يدخل على اعتذر ودخل على السايفر. يعني بنعنى اصح في الكي زائد طلع لك ايه? ماشي? بس بيكون بيكون ايه? البتاح دوت هنا بيحاول تمام? يعني مش انما هنا مثلا هتلاقي ايه? يعني عدد من البتس ممكن يكون من خمسة عشرة الى اخير. دخل عليهم الكيه. يبقى بيه برضو. هنا هيكون جزء منها مسلا كلها الله على وقال زائد الكيه بيخليك برضو ايه? هو نفس الحواء. بس الفكرة ان دوت هياخد مسلا بيت بيت او بيت الى اخير اي ان كان يعني. انما ده هياخد عدد ايه? نظيم نظيم. بيقول لكم موظم بقى البروك سايفرز هتعتمد على تمام? اقرب بس انه الموم يعني. تمام? بيقول لك احنا احتاجه وانت بتعمل بعد ما احنا حاولنا مسج من بلين تكست بالصيفر احنا وانت عايز تعمل لها ديكريبت او حاجة زي كده عشان تعمل لها ديكريبت وتيجي المسج بلين تكست بالظبط فهو بيقول لك ايه? اه احنا اعتمد على دوت. عزيم عزيم. بس بيقول لك المشكلة لو احنا مسلا هنشتغل على اربعة وستين بيت. يبقى انت كده هتحتاج تابل فيها ا اتنين اصة اربعة وستين انت بتحسل رقم كبير او. طب ازاي? بص. دلوقتي مثلا لو كان عندك واحد بيت. فكان عندك بيكون الاحتمال ايه? هيكون اتنين اصوا واحد بيساو اتنين. اللي هو اما زيرو اما واحد. طب لو عندك اتنين بيت. هيكون عندك اللي احتمال لها اربعة. ازاي? زيرو زيرو واحد. واحد زيرو. واحد واحد. تمام? ما بالك بقى عندك اربعة وستين بيت. عندك اربعة وستين بيت. يبقى هيكون عندك كام? اتنين اصة اربعة وستين احتمال. يبقى لأ اه حاجمة تابل هيكون كبيرة او. هو قال لك احنا ممكن نلجأ لحاجة اسمها برودكت صيفر مش احنا كان عندنا الله صلى الله عليه وسلم بارك الله سيدنا وحمد ان احنا نقدر نعمل سبستيتيوشن او ترانزبوزيشن صح? سبستيتيوشن اني بابدل حرف يعني ال ايه مسلا هابدله بالجي الاف مسلا هابدله بالكي الاخره انما أنا كنت بغير حرفة ما كان حرف يعني الحرف البيت مسلا رقم واحد هغيرها بالبيت رقم 3 البيت رقم 5 هغيرها بالبيت رقم 7 الاخر حوارات كده صح? البروتكتبق قال لك ايه ان احنا بندمج بمعنى انا ممكن نعمل سبستيتيوشن نعملنا سبستيتيوشن مسلا تهم? كمنا كانت مسلا بوكس عظيم خليناها بس بجيب كلمة يسيرة خلينا مسلا ان بي هنخليها بحرف ال جي اا وبعد كده مسلا ال او هنخلي مسلا بحرف ال اف وبعد كده ال اكس هنخلي مسلا بحرف الزت قال لك تروح ام تعمله مسلا كمان عملية بعد ممكن نعمل كمان سبستيتيوشن نخلي جي مسلا بقى بحرف الك مثلا نخلي الف مثلا بحرف ال اي نخلي الزت بحرف ال اي يبقى انت البروتكت ايه انك بتعمل عملي عمليتين وربعة سواء بقى اتنين سبستيتيوشن تمام اتنين تمام سبستيتيوشن بعد كده تمام فهام فبروتكت بيصعب العملية اكسر تمام عزيب عزيب دي عمتا كانت تذكر في اخر محاضرة اللي باتت هتلاقي برووتكت سيفر اهو بيقول لك اتنين سبستيتيوشن يعمل وكزالك بس بيقول لك مسلا سبستيتيوشن بعد كده بتعمل هتلاقي الحوار اه اصعب يعني اه دلوقتي انت عندك برضو يعني ايه او بمعنى انت مثلا لو شفنا الجدول ده ده مسلا هتلاقي معناه او حاجة موحدة يعني مش هيبقى فيه اختلاف فيه واللي هي مثلا ايا كان هنا مثلا انت مش عندك زيرو زيرو لما بتحول بتبقى واحد واحد بقيت واحد زيرو واحد زيرو بقيت زيرو زيرو واحد واحد بقيت زيرو واحد تخيل انت خلاصا تتحول معك هل تقدر ترجع اه دم والصلاح هنتكون عافية. هنا بيفكر لك مسلا لو استخدمنا اربعة بيت هيبقى محتاجين ستاشر فهو بيتكلد في المشكلة يعني. كذلك هنا. هتلاقي بيقول لك مسلا اربعة بيت بلوك. يبقى انت هيكون عندك اربعة بيت. في ستاشر رو. ومتخيل? يعني مثلا احنا هنا قلنا اي اهو اه هنا مسلا ده كان عندك اتنين بيت. صح? انت عندك دلوقتي اربعة رو. في اتنين بيت. عشان كل رو فيها اتنين بيت. فهيكون عندك مسلا تمانية. هنا هنا بقى. اللهم صلى الله عليه وسلم بلك عسيدنا وحمد. عندك اربعة بيت مسلا في ستاشر رو. ماشي. عندك هنا بقى كام? اربعة وستين في اتنين او ستا اربعة وستين. فيعني الصيزة هيبقى كبيرة او. تمام? عظيم? عظيم. دلوقتي مسلا عندك واحد اسمه شانون. قال لك ايه? هنعمل ايه بقى بتاعت ايه? يعني ايه? ده احنا عارفين. طب ايه؟ تمام? تمام? يعني اهيه لو شفت المصالح دو اتعرف ان هو ايه? تمام? 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 فقال لك هيكون حاجة اسمها اس بوكس وبي بوكس وهنشوفها دلوقتي تمام? وكذلك ممكن يطلق عليهم يعني تمام? اه لو ذكر اه يبقى اصدو ايه? اه اصدق اه اذكر اه يبقى اصدو ايه? عظيم عظيم. تعالي ننزل ونشوفه اصدو بقى. بصوا يا شباب نحاول بس نوضح المشاكل اللي كانت بتواجهنا. لو بتذكروا مسلا في السزر سيفر كان مسلا الكي يسوي تلاتة مسلا. يبقى دي معناها ايه? ان هنعمل مسلا شفت للإيه بتلاتة? شفت للبي كزلك بتلاتة. وشفت الكل حروف بتلاتة. فتلوقتي بالكيس سهل اسمها. سهل ان حد ايجبه تمام? انا شفت cuanto كاذا. وبحاول اجيبها اه بحاول اجرب الكيس. هتجرب من كي الواحد اللي حت استعardı عشرين. ان انت خلاص جب ذات استع waste بين الكيو وبلنتكس او سيفر تكس اي ان كان تخليها ايه كومبليكس شوية وتكون صعب عزيم عزيم دي دي بقى اديات اول بوينت تمام عندك بوينت التانية هي ايه ايه اوام صلى الله عليه وسلم زي برك راسيين محمد اا مش بوت اذكر لحظة اه اعتذر تاني المونو الفابيتك لو تذكروا المونو الفابيتك او لما احنا كنا بنعمل كان قال لك انك ممكن تكمل مسلا اكثر حرفة متكررة وحنروح ايضا نعرف ان هو حرف الايه الحرف التاني الاكثر تكرار هي نعرف ان هو تي و هكذا ده ده اللي احنا كنا بنعتمد مسلا ان واحد اا عنده فارور لغوية او ايه الاخير او يا دوب عمل سيرش ايه اكثر حرفة متكررة في اللغة الانجلزية هيقول لك ايه طب ايه اكثر كلمة هتبتعرف انها اا ازا تمام اا اا ايه الاخير يبقى انت دلوقتي ادركت انك تقدر تخمن برضو بايجسنج يعني من الاخر تقدر تخمن فدي الحاجات اللي احنا عايزين نشيله يبقى ان خل ايه الصعبة وانخلي يعني نقطة التخيم نفسي او ان حد يععملها مثلا اى بشوية احصائيات اها ايه الاخيرو عايزين نلغي الحور ده فيبقى نخلي ايه الريليشنشب ايه الريليشنشب اا اا ام اا اا اه ريليشنشب كانت دكيرو اا او الريليشنشب اى القيه مثلا او Artzym نروح اي مقين ايه نلغيه بحس انه ما يقدرش يوصل للبنتكست عظيم عظيم فبيقول لك اعمل ايه بمعنى انه اي اللي هو مسلا هنعمل شوية تحصائية ايه ده الحرف ده ممكن نحصره واحد اتنين تلاتة ايه بنسبة كزا تسعين في المية انه هيكون كزا بنسبة كزا احنا عايزين نلغي الحوار ده فقال لك ان اي نحاول ايه نلغيه تمام والكون بقى قال لك ايه نخلي بالتوني الصيفر والكي اه كمس تمام ايه هي ضيطة مقطين بس يعني عشان كده احنا يعتبر لما احنا دلوقتي نستخدم ايه بحنا كده بنستخدم ايه بروضر الصيفر ليه عشان احنا ده ماجل دلوقتي عظيم عظيم طب يقول لك الفيصل الصيفر دوت بيقول لك هيكون بزد عن بمعنى انه وقت مسلا عملنا بلين تكست خلينا صيفر ونقدر ايه نرجع تاني يعني مش هيكون مش هيكون مثلا اه في شيء ممكن اه يحتمل اه يحتمل اه يحتمل اه اه تبقى ايه صعب فقال لك ان ان شاء الله يكون ايه عظيم 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 فدلوقتي ده يعتبر اه بيوضح شوية في الارتوليزم اللي احنا نخش فيه دلوقتي اه بيقول لك انه مسلا اه انه اللهم صلى الله عليه وسلم ملك حسنا 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 هنا ذكر على فكرة انه البرودكت انك تعمل اه اه بشكل متتالي يعني مسلا نعمل بعد كده بعد كده ممكن نعمل تاني نعمل تاني الى اخير اه عشان اه نخلي نخلي الارتوليزم تخضر عظيم عظيم تماما فهو بيقول لك ايه انه هيعمل مسلا احنا مسلا حديدنا الارتوليزم هنستخدم مسلا هنروح امين نعمله كزا الارتوليزم بمعنى عملنا خلاص اوط وطلعنا الاوط بوه ده مفروض انه يكون صايفر لأ هيقول لك هنعمله كمان مرة بعد كده هنعمله كمان مرة هنعمله كمان مرة يبقى انت شايف لما تعمله كزا مرة يعني دلوقتي بالصعب ان حد يقدر ايه يكتشف الارتوليزم عظيم عظيم هنا بيوضح بقى الارتوليزم هيمشي ازاي فتعب بقى بازن ان شاء الله نوضحها واحدة واحدة احنا بنتكلم في تمام اول شيء انت عندك عظيم عندك هتروح ام تقسمها نصين الاول ماشي هيكون عندك نص دوت ودوت ايه تمام الاولى بتخلص امتى قال لك انا عايز تبدي العملي بمعنى بص هنا مسلا هنقول ديت ايه راوند واحد فدلوقتي انت عارف ان احنا دخلين بكام بربعة وستين بيت صح يبقى عندك هنا تنين وتلاتين بيت وهناك هزلك اتنين وتلاتين بيت قال لك اول شيء عايزك تجيب له الريت ده خليه لي اللفت هقول له عيوني تمام يبقى خلاص يبقى اكيد اللفت هتخليه الريت قال لك لأ اه كده هتبقى برطوب بسيط احنا عايزين لنا صعبة شوية قال لك الريت ده اولا هيفش على فانكشن تمام فانكشن دي بمساعدة الكيم تمام بعد الناتج منهم هيروح ايوم اعمل مع اللفت بعد كده نحطه في الريت انا مش فاهم اي حاجة بص احنا نعتبر الكلمة بسيطة مثلا نخليها ايه كلمة بس من اربع حروف مسلا بخصة نقدر نقسمها بلاي مسلا فرضا يعني وطبعا ده غلط يعني مش هربعة وستين بيت لقى فرض تمام بيقل يبقى انت عندك مساعدة هنا ده صح ودوة مزبوط مزبوط ماشي قال لك اول حاجة نجيب الريت نحط يبقى هنحط دوت هنا مسلا العظيم عظيم بعد كده هقالك هنعمل ايه ديت اللي هو برضو هندخله على فانكشن ماشي هيدخله على فانكشن بلص الكي يا بص يا بص الاي دوت بلص الكي هندخلهم ايه على فانكشن هتروح ايوم اطلعوا للناتج طلعوا للناتج قول مسلا الاي دخلناها على كي مسلا عملت لنا اي حاجة مسلا خليتوا مسلا اف جي مسلا يعني الاف جي ده هنعمل له اكزور اكزور تعمل كده صحيح يا بلص ما علينا بقى عشان اخيره اكزور مع اللي هو اللفت يبقى البيقل بعد كده هيطلع ناتج اطلع ناتج مثلا اكس وي حط الاكس وي هاي تمام بس يبقى انت الرايت هتروح ايوم احطوا ليفت بعد كده الرايت تاني هتروح ايوم يدخلوا على فانكشن ومساعدة الكي الكي هيكون مشترك في الفانكشن دي الناتج اللي هيطلع منهم هتعمل له اكزور مع اللفت عظيم عظيم وده كده ده يتحط فين في الرايت فيديو افل مع ازلاتنا يا شباب اه تمام اه فهنا برضو هنا برضو ايه المسال نعيدها ثاني هتلاقي الامر يسير يعني ان شاء الله ما تستخدمه الرايت الرايت هنروح ايومين نحطه في الرايت تمام يبقى كده حطنا الجزء الرايت في الرايت بعد كده الرايت برضو هنروح ايومين مدخلينه على فانكشن بساعدة الكيه الناتج من الفانكشن هيروح ايوم يتعمل له مع اللفت بعد كده ايه يتحط في الرايت عظيم عظيم اه فاستل سيفر هيكون معتمد على كم شيء وشفاية حاجات كان ايه كده واحنا ماشيين هنقدر ايه نعرف ان شاء الله وهنا بيقولك الدي اس بيقولك ان تعمله ببلش عمصتة مين وهو شوية ايه كده لانا ايه دعوه بالفارقة طبعا ايه عظيم عظيم فاو بيقولك الدي اس طبعا ايه هيكون ايه تمام تمام هو هنا قالك ايه البيانتكست هيكون داخل اربعة ستين كيه انما الكيه هنكون معتبرينه ستينة وخمسين تمام وهتلاقي شرح الكيه تحت بالتوصيل يعني. بس لك دلوقتي احنا معتبرون انه هيكون داخل بكام? ستة وخمسين. عظيم? عظيم. بيقول لك ان اه في اتنين اه اول واحد والتاني دول قبل يعني في واحد هتروح ام يشغل عليه بعد كده تتغل على ستاشر ومتقسم بستاشر تمام? وبعد كده ايه? تروح ام هتعمل عظيم عظيم. عظيم. بتشوف دلوقتي ايه? يعني ايه? كل حاجة توضع بس احنا ماشيين تبليكي. طيب هنا احنا هنوضح نقطة نقطة. ماشي? فهنا مثلا بيقول لك ان هو هتكون داخل بكام بربعة وستين صح? هتخش على وبعد كده هتخش على بقى عندك كام بستاشر روض. قال لك طبعا هكون محتاجين الكي هنا بقى عشان يعمل لكل روض. تمام? لت عندك الكي اساسا بكام ستة وخمسين صح? قال لك اللي احنا نستخدمه بالفعل هم تماني وربعين عظيم. ماشي. والكي واحد غير غير الكي اتنين غير كزا. كلهم ايه? يعني وهيكون ايه? ده مختلف عندك. ما فيش كي فيهم متشابه. تمام? يبقى انت دلوقتي هيكون عندك انت الكي كان داخلك بكم? ستة وخمسين. انت بالفعل هتستخدم كام? تمانية واربعين ايه? منه. يعني ايه هتستخدم ايه الكي اللي هتستخدمه هيكون ايه? تمانية واربعين بقى. عظيم? وهتشوف كل حاجة هتوضح ايه? واحنا ماشيين تبقيك. اه طب تعالوا نركز بقى في الاسم يا شباب. هو بيقول لك احنا قلنا اللي هو زي ايه? فمن الاخر عبارة عن انك بتبدل شوية بيتس اماكهنهم. تمام? تمام? عندك الجدل ده مثلا. ده الانشيال بريميوتاشن. تمام? ايه الدنيا? بيقول لك ان اول بيت هتبقى ثبانية وخمسين. تاني بيت الخمسين. تالت بيت الاتنين واربعين. رابع بيت الاربعة وثلاثين. اه اه خمس بيت ستة وعشرين. وهكذا. وكذلك بيقول لك في بقى ان اول بيت هنهدبرها الاربعين الى اخر. تمام? يعني هو مجرد انت عملت بديل بس شوية فكرة. ودلوقتي هنشوف مثال عشان ايه? توضح الدنيا. بص. اول شي احنا قلنا احنا داخلين بكم? قلنا داخلين بكم? باربعة وستين. اعشين? دوت هو دوت اللي داخل. فهو بيقول لك شوف فاكيد هنستخدم الجدول ده. تمام? تمام. فبصوا هو احنا داخلين بكم قلنا اربعة وستين بيت. بسم الله. احنا داخلين بكم اربعة وستين بيت. فهو عشان ميرسمش الاربعة وستين بيت. هيمثلهم بهكسا ديسما. طب الهكسا ديسما احنا عارفين ان الواحد هكسا اكوالز اربع بيت. يبقى اربعة وستين على اربعة يبقى هيكون عندك ستاشر هكسا ديسما. تمام? يعني كل واحد في دول هيتجزق باربع بيت. يعني ده المفروض كان تمثيله كده. ده تمثيله كده. وهكزا. طب انا ايه اللي يفرق معي? انت بالنسبة لك كله زيرو صح? اي رقم في ده انت هيفرق معك عدد الوحاية. اه يعني زيرو لما يعني مسلا انت عندك مسلا البيت الموجودة في خمس بيت زيرو. قال لك مسلا بديلها مع البيت سبع وعشرين وهي زيرو. هل هتفرق معك? مش هيفرق معك? لا يفرق معك اللي هما ايه? الحاجات المختلفة. فالحاجات المختلفة هنا اللي هي الوحاية. تمام? تمام. فانت بالنسبة لك دول مش فارقين معك. انت عايز تجيب اه بتاع البيت اللي هي الواحد عشان ده ايه? ده لو اتحط هنا هيفرق. لو لو تغير المكان هيفرق. ماشي? تمام. فدلوقتي بص يبقى انت اكيد مش هتخليك تفك يعني انت برضو يعني الواحد يعمل عاخله شوية. يعمل عاخله. ماشي? يبقى انت عندك هنا دي بالنسبة لك كده اربعة بيت. دي كمان اربعة بيت. دي كمان اربعة بيت. دي كمان ايه? اربعة بيت. دي كمان اربعة بيت. دي كمان اربعة بيت. دي كمان اربعة بيت. يبقى انت دلوقتي عدتها الاربعة وعشرين بيت اول ما تيجي التمانية فكرة التمانية التمانية هتتفك كام واحد زيرو 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 يبقى ده ده هيكون بتاعه خمسة وعشرين يبقى احنا عايزين نشوف كمسة وعشرين في اه تمام تمام اه بعد كده انت عندك هنا كمان اربعة بيت اربعة بيت اربعة بيت الى اخره فانت عارف انه ما اربعة وستين يبقى دوت ايه اكيد يبقى انت لحد هنا يبقى لحد هنا انت اكيد كان ستين تعالى بقى عند الاتنين الاتنين نجي انفكها بسم الله زيرو زيرو واحد زيرو يبقى دوت واحد وستين اتنين وستين تلاتة وستين يبقى انا بالنسبة لي اللي انا هتم بيهم البيت رقم بتاعها خمسة وعشرين والبوزيشن بتاعها كزلك كان تلاتة وستين تعال نشوفهم بقى في الجدول هيتنقلوا عشان ايه نعرف نصابة التانية ان شاء الله. نخشف اهو بسم الله اول حاجة تلاتة وستين يبقى تلاتة وستين واحدين تلاتة اربعة خمسة سبعة تمانية الى اخره. ده تمانية بس يا شعب مش تسعة ماشي? تمانية وعندك كمان هنا ستة يبقى اربعتاشر ويبقى هيكون بتاعها كامل جديد اه خمستاشر. يبقى اول حاجة ستة وتلاتين. هنطفى كام? خمستاشر عشان? هتجي تشوف الاخير هتلاقي اللي هو ايه? خمسة وعشرين. بزرشان خمسة وعشرين هنحطه كام? فاربعة وستين. يبقى خمسة وعشرين. وحط فاربعة وستين. تعال نرسم بقى من اول لجديد. نرسم ايه قصد نكتب. تمام? يبقى انت عندك دلوقتي يبقى الجديد هيكون انت مسيره. دي يا شباب بتدل ان دوت هيكون ايه? يعني دي ما تحسباش معك طبعا. انت عندك اول خمستاشر. يبقى انت عندك خمستاشر يبقى كده اربعة كده تمانية. احنا بنمثل بهكسة. اه اربعة تمانية اتناشر. اه عندك بعد كده ايه? يجي اللي انت ده اللي انت هتفتاج ايه? وانت مفروض هنعمل زيرو زيرو بص. كده اربعة. كده تمانية. كده اتناشر تلاتتاشر. اربعتاشر مفروض هنبت لنا. خمستاشر. وعد كده ايه يكمل بالصفرة عادي. عظيم. دوت بيسوي كامل في الهكسة? ده هتلاقي يسوي اتنين. يبقى ده قلنا ايه? هيسوي اتنين. تمام? يبقى خلاص. بعد كده انت عايز تنقل اسمها ايه? احنا كده نقلنا البيت تلاتة وستين. اللي هي كانت هنا احنا نقلناه هنا خلاص. اللي هو الواحد دوت نقلناه هنا. عظيم? عظيم. قال لك عايز تنقل بيت خمسة وعشرين لحد اربعة وستين. اقصت يعني ورا خلاص. يبقى نروح امي نكتب كمان. اربعة بعد كده كمان. اربعة. يبقى انت كده رسم اتناشر بيت. اه الله مصلى الله سلام عليك حسين نحوال تلاتاشر. اربعة تلاتاشر خمسةاشر. يبقى هي هتيجي هنا. تمام? اه. انت الحد هنا. ستين. يبقى انت هيفرق معك بقى في الاخر. يا ده واحد وستين. اتنين وستين. تلاتة وستين. اربعة وستين. هنروح ايمنين ال ايه? الواحد هنا. لما نيجي نحاول اللي دوت. ده. ده نحوله هيطلع كام واحد. تمام? اه يعني اتمنى الدنيا تكون وضحت دلوقتي. فانت بالتالي انت بتروح هنا. الله مصلى الله سلام عليك يا سيدنا حمد. تشوف اول لما اه تروح ام تعد هنا ده اربعة ده تمانية اتناشر اه اتناشر ستاشر عشرين اربعة عشرين. جينا هنا بقى. لا ده اللي هيفرق معك. خلاص. دكتور كانت قالت ممكن تجيبها وحيد ونحسب الغصفات. انت بتحسب حاجة الحاجة المخالف عمتها. فهنا لقيت وهو واحد زيرو زيرو. خلاص ماشي كمان. يبقى انت عارفت ان ده بيت خمسة وعشرين. يبقى عايزين نشوف ما هنا في الجدول. بعد كده جماعنا جماعنا ده ستين. خلاص اول ما نيجي هنا نروح امين ايه? نفرض عشان ما نطلع البرشة. فالاتنين العارفين ان انا تتحول كده. خلاص يبقى. ده واحد وستين اتنين وستين يبقى ثلاثة وستين. يبقى انت اللي هيفرق معاك فيubiet خمسة وعشرين وابيت تلاتة وستين. تعال شوفهم في الجدول. لقينا في الجدول prestata وستين ننقلها مكان خمسته店. الخمسة وعشرين ننقلها مكان ااربعة وستين. عرفت nó ازاي? هنروح امين نبص في الجدول كده? بتشوف الاركاء اللي تفرق. فانت الفصيخ اللي يفرق لك ثلاثة وستين عد يبقى دوت المفروض ايه نحطه الرقم خمستاشر. خمسة عشرين يفرق لك عدة هتلاقي ايه دوت نحطه ايه الاربعة وستين. تروح قام تفرد تاني. نكتب بقى. يبقى انت بالنسبة لك ايه هتحط دوت خمستاشر صح? يبقى كده عندك اربعة. هنا كمان تمانية هنا اتناشر. هنا هتجمع ستاشر. لا ده اللي هفرد. فانت تروح قام تفرد عشان ما تطلق بقش. يبقى كده عندك تلاتاشر اربعتاشر وهوت كده. ده خمستاشر. يبقى احنا كده نقلنا بسلام. اه ده ستاشر. احسب لي دوت بالبيناري هتلاقي ايه ده بيناري ايه اتنين. حط اللي اتنين. وكمل ولحد ايه اخر واحدة ان شاء الله. اذن ان شاء الله اتمنى تكون قد هت. هتلاقي فيه مثال فين? هتلاقي هو بقى هنا اه 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 سيدنا محمد بيقول لك عشان نسبة ان الانسياها هيكونوا عكسى بقى. وہ مدىك المثال بقى بالمعقوس. فانت مفروض ايه تشوف الجدول بتاع اه هنا مفروض دوت بيقول لك اه 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 او Milton ابحل ان تحللconsها?. مفروض ايه ما يطلع نفس النريج. اللي هو دوت ان شاء الله. ماشي اعظيم? عظيم. فهنا يا بقى يا شاباب. اللهم الله مستعى. الله مص Adam و ходي بارك. اذكر عن الانسياها يه بقى masa الحاول titled عكسي بعث وچه معظم يقوم بعمله ... ماشي ... ماشي ... عزيم ... دلوقتي بقى لو تذكره ... جزئية ديت ... آآ فن أه ... هنا ... كنا بنتكلم عفهان كشا ... كذا ... يعني ما دخلناش في تفصيل أكثر ... عايزين نخش بـ تفصيل أكثر عدك هنا بيقول لك إنه بعمل 16 ... المهم ... هنا بقى بيفكر لك بحاجات بتفصيل أكثر بيقول لك إحنا بنستخدم حاجة جسمها ميكسر و سوفر ايه الميكسر وايه الـسواب 어 الميكسر ميكس بيعمل لأشياء و السواب بيعمل ايه سواب بسيطة يعني من اسمها فايه اللي احنا كنا بنعمله سواب لو كنا نذكر كنا بنروح ايه من نعمله سواب نحطه في الليفت والناتج من بعد عملية الاكزور كنا بنروح ايمن نعمله وبدن برضو كنا نروح ايمن نعمله ايه سواب ونحط ايه في راية تمام طبعا نشوف الرسمة بوضوح اكثر هنا اول حاجة قالك ايه ان الـيه هيخش على الفنكشن تمام? دي بالفعل كانت الاسمة موجودة هنا هتواخدها كوي. لحظة هاخدها كوي برضو بحيس ايه? عظيم اهو تمام? يا بص. احنا هنا كنا بنقود ان الار هيخش على الفنكشن صح? فهو بالفعل الار دخل على الفنكشن ههوت ومع ايه? عظيم? عظيم. الناتج منهم هيروح ام يعمل اكزور مع الليفت. بالفعل ده اللي حد. اهو راح ام هنا رايح يعمل اكزور مع ايه? مع الليفت. تمام? تمام. بعد ما يحدث دوت. يبقى انت هنا بعد ما يحدث دوت يبقى انت كده خلصت المكسر اللي هو ايه? ان هندخل الار ع الفنكشن ثم بعد كده نخلي اه الناتج بتاع الفنكشن هيروح ام يعمل ايه? اكزور مع الليفت. بعد كده نعمل اسواب. اسواب مش ده كان ليفت. مش الجزء دي كانت ليفت المفروض. خلاص. انقلها هل رايت المعلم. والرايت. الرايت بدون اي حاجة اوه. انا راح اميل ايه? ننقله الليفت. بس. يبقى انت دلوقتي عندك الرايت بدون اي تغيير الاول. هنحطه في الليفت. ديت نقطة. يبقى انت كده خلصت ايه? الليفت. طب الرايت بقى الرايت الجديد دوت اللي هيكون منحور شوية. هندخل الرايت القديم. ع الفنكشن. مع باستخدام الكي. ثم بعد كده الناتج بتاع الفنكشن دوت هندخله مع الليفت. اه على الاكزول. وبعد كده نروح اميل ايه? حاطينه في الرايت. هتمنى تكون متفاهمة انا عدتك كزا مرة بس يعني ايه? بحس بس يعني ايه? لو مش واضح. الله مستحى. نخش بقى على ايه? الفنكشن نفس ايه? الفنكشن دي نفس ايه? نخش ايه? نتطرك ايه لايه اكثر. يبقى في بقى دلوقتي ايه? هنخش ايه? احنا لذكرنا يا شباب. الله الله صلى الله عليه وسلم بلك سيدنا محمد. ان احنا قسم بدقين باربعة وستين بت. صح? لما نهقسمه نصف ودوت نصف يبقى ده اكيد اتنين وتلاتين بت. واتنين وتلاتين بت. عظيم. اتنين وتلاتين بت. قلنا ان شاء الله انها هيخش مع ايه? الكي. ماشي? تبعا. عظيم? عظيم. طيب بس في مشكلة ان مثلا ده تنين وتلاتين بت. عايزين نعمل له كمان. مع الكي. طب ايه المشكلة ما نعمل? بس الكي احنا عارفين ان داخل اربعة وتمانين بيت بس اساسة. الا لا 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 لأ. طب اربعة وتمانين بت. وده اتنين وتلاتين بت فاحنا عارفين ان كل بت هتكون مقابلة واحنا بنعمل يعني المتشابهين بيطلعوا زيرو والمختلفين بيطلعوا واحد فانت كده كده محتاج بت مقابلة بت فانت لازم الاتنين يكونوا متشابهين يا اما تقلل الكي الاتنين وتلاتين يا اما تزود دوت اا تزوده تخليه ثمانية واربعين ده بالفعل اللي احنا نعمل يبا انت هتروح ايما دخل الرايت سايد هتدخل الرايت سايد على اكسبنشن بي بوكس ايه الاكسبنشن بي بوكس اللي هو بيعمله بيمدده اا اكسبنشن معناه يعني بيوسع بيمدد كزا بيكبر اين كان يعني عشان اختلفكم مستوحات بس انه هيخليه بقى بلاتنين وتلاتين بت اللي كان لتمانية واربعين عظيم اللي هو مصلى على حالة انا بي اا يبقى انت هين هيكون عندك في الرسمة شي ايه اكسبنشن بوكس بعد كده اس بوكس انه نمشي تدريد يبقى اول حاجة الاتنين وتلاتين بيت هيفش على اكسبنشن بوكس يخليه تمانية واربعين بيت بحيث نقدر نعمل اكزور مع ايه مع الكيب ماشي فقال لك انك هتقدر تعملها ازاي انه مثلا هتروح اي مفرد هتنزل الاربع بيت واحد انت من نسبلك اتنين وتلاتين بيتسا اتنين وتلاتين بيتسا على الاربع يبقى تمانين يبقى انت عايز تقسمه اربع عايز تزود عليهم كم بحيث انهم يوصلوا لتمانية واربعين انت عايز تزود على كل بلوك اتنين بحيث لما كل بلوك يكونوا اتنين هيكونوا عندك ستة في البلوك وانت عندك تمانية يبقى يساوي كم تمانية واربعين علينا مش هنختلف المهم دلوقتي بتاع نبدأ بس هنبدأ في اللهم صلى الله عليه وسلم محمد اهو عندك اهو ماشيه عندك اهو ده هتروح ام تنزل الاربع بيت بتوعك عادي نزلت الاربع بيت تمان انا عايز اعمل اكسبان بقى خليهم اتنين فين الاتنين زيادة اللي انا ما اقدر اعملهم قالك واحدة عالطرف اليمين واحدة عالطرف عالش مفر الطرف اليمين هتقدر تخدها من ايه تاخدها يعني هولك ايه مثلا هنا مسلا واحد 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 وعندك هنا زيرو واحد زيرو واحد انت دلوقتي عايز تضيف فى واحده هنا وحده هنا صح? قالك دي تاخدها من اول اول بيت آی من الاربع الاجيئة يعني هنا دلوقتي زيرو هنروح اعملنا emailed زيزة. طب والدية تاخدها من اخر بيت من الاربعة اللي قبل. يعني مثلا كان هنا زيرو 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 واحد. ماذا? هنا اخر بيت في الاربعة اللي قبل. وهكذا. ماشي? تعال نفطر المسال عليها الدنيا توضع. قبل ما نحلم بس المسال نسك الواحد تاني هنا يا شباب. هنا مثلا انت عندك اولا الاربعة بيت بتوعق صح? عندك الاربعة بيت بتوعق صح? هتنزله معادي. البيت اللي على يمين تاخدها من اول واحدة في الاربعة اللي جايين. والبيت اللي على الشمال تاخدها اخر تاخدها ايه? اخر واحدة في الاربعة. وكذلك هنا. هتروح ان تاخد اول واحدة في الاربعة اللي جايين. واخر واحدة في الاربعة اللي قبل. طب ماشي هتقول لي طب ماشي الاطراف بقى. الاطراف ايه دنياتهم? انت اللي اطراف مسلا فيه واحد بعدك بس ما فيش قبلك. فبعدك ماشي يبقى هتاخد ايه? اول واحدة في الاربعة اللي بعد. طب واللي قبلك. هقال لك اعتبرها انها ايه? من الاخر يعني ايه? يبقى بالنسبة لك اللي قبلك اللي هو اخر واحد. فانت بالنسبة لك دوت ايه اخر واحد. فانت هتاخد منه ايه? اخر بيت. ماشي? يعني بالنسبة لك اول بيت هنا اسيزمها هتعملها اكسبان. اللي هي اعتبر ايه? اخر بيت هناك. عظيم? اللي هي تكون دي يعني بمعنى اصحب. ماشي? طب تمام. طب انا عايز اعمل اكسباند بقى الاخر واحد. اخر واحد طيب ماشي. فيه قبلي. يعني فيه قبلي هقدر اخد منه تمام? طيب اللي بعد هعمله ايه? هتروح اين برضو ايه? تاخد اول واحدة من اول واحدة. اللي هي ده. دي بالنسبة لك ايه? اول واحدة. طب بص تعال نحن لبقى مثال عشان ايه? الدنيا توضحها. تمام? اعتبر دوتها هو دول ثمانية بلوكس. يبقى ده واحد ده اتنية. ده تلاتة. ده اربعة. ده خمسة. ده ستة. ده سبعة. ده ايه? تمانية. تمام? تمام. انا دلوقتي مثلا اول اربعة هنزلوا على ايه? هنزل ايه? اللي هم العاديين في الجدول بتاعنا. ماشي? دول اللي نزلوا. المفروض ان هضيف اتنين على كل الاطراب. تمام. طب الجزئية دي? ده هجيبه من اين? هجيبه من اين? يبقى ده هتروح اين تجيبه من اللي يمينك. اول واحد على يمينك صح? يبقى واحد. يبقى ده الواحد. ماشي? بس او مبروكم ان نعمل ستة اه جدول من ستة يعني بس مش هنفروح. طب يا شباب اه دلوقتي زبطت الدنيا اكتر ايه ان شاء الله. دلوقتي انت نزلت للفاقت واحد. ماشي? يبقى انت ايه اللي بقى لك? اللي بقى لك اللي هو الاخ دوت. طب الاخ دوت هياخد ايه? هياخد اول واحد من اللي بعد. يبقى هياخد واحد. طيب. اعتذر. اه طب دوت ده هياخد ايه? هياخد الاخير من اللي قبله. طب ما فيش قبله قلناها هنعتبر للاخير الابل. يبقى دوت ايه زيروس ها? ماشي? ممكن توقف انت في فيديو وتحاول تكملها. تمام? بس عمتا اه 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 هدينا نكملها ايه ان شاء الله مع بعض. اه عندك دوت ده المفروض هياخد اول واحد من اللي قبله. واخر واحد من اللي قبله. واحد. بعد كده كذلك هياخد اول واحد من قبله واحد. واخر واحد من الابل واحد. بص 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 بص. ما تاخدش القبله دوت. ده اساسا لسه متعمل له اسبانت. ما ينفعش تاخد الاساسي. اللي هو الرئيسي. ماشي? كذلك كان اللهم صلى الله عليه وسلم رأيك باسدنا وحما رأيك باسدنا هترحى امام اخد اول واحد من ده. زيرو. واحد من ده. زيرو. شايف? انت لو اخدت دوت هتبقى على اخوة. اه واحد واحد. هنا ايه واحد. هنا ايه واحد. لو في ايه خطأ ان شاء الله ما يكونش يعني فيه بس ايه. عشان ايه الواحد بس ايه بيحاول ينجزد ديني بسرعة. عندك ايه عندك ايه اللهم صلى الله عليه وسلم رأيك هاتين احنا. هنا هياخد هنا واحد. طب دوت. ايه يروح امي ونجيبه اول واحد من اللي هنا. اللي هو دوت. مش ده. ده. بس. والله مستعمل تكون ايه مسألة في السر. طب انت زهقان ومش حاول تعمل الحوار دوت. هو قال لك ايه البوكسوس في الاغلب هيكون كده. يعني اول حاجة بيكون واحد اتنين تلاتة اربعة. طب البيت ديات بتكون عبارة عن خمسة. والبيت دي بتكون عبارة عن ايه? اللي هي اللي اتنين وتلاتين. وهكذا. فقال لك اللي بعدها هيكون خمسة ستة سبعة. تمام? اه طب اللي بعدها المقروض هيكون تسر. طب واللي قبله المقروض ايه هيكون اه اللي اربعة. ماشي? وهكذا. عايز برضو تحفظ دوت برح. عايز ترحان اه تعملها كده. ودوتها نعمل. عشان نقدر نعمل اه في الفونكشن هتزر. اه. احنا عشان نقدر نعمل مع الكي. يبقى انت عملت دولات اه زي الفول. هتعمل بعد كده هتخش على ايس بوكس. اه. طب انت هتدخله على ايس بوكس اللي بقى. انت كان داخل باتنين وتلاتين. انت عايزه كزالة تطلع باتنين وتلاتين. طب طب ما انا هتقول لي هو تغوي تعبي يعني. طب ليه خليته تمانين واربعين? انت خليت تمانين واربعين بصة عشان تقدر النوع كده. ثم بعد كده اتخلي بقى ايه? اتنين وتلاتين تانية عشان ان يبقى. طبعا خلي اتنين وتلاتين بقى هنعكس? لأ طبعا. اه هنعمل عملية تانية وحاجة يعني ايه. الله مستهى. قال لك بقى ايه? الله صلى الله عليه وسلم زي بارك على سيدنا وحمد. دوت اه. الاس بوكس بقى بيعمل ايه? اه. او اللي هو الميكسين. المهم اي ان كان يعني. الاس بوكس اه الاس بوكس ده انت مطاقع ان هيكون ايه? هيكون بيحاول ستة بيت لا اربعة بيت. اللي هو ايه? اه. الله مستهى الله وسلم بارك على سيدنا وحمد. اللي هو بيحاول تمانية واربعين باتنين وتلاتين. طبعا ازاي? قال لك فيها هيكون في تمانية اس بوكس. عظيم? عظيم. طب ايه دانية هيعمل ايه? بص? كل واحدة من دي هتخش على بوكس. يبقى انت دلوقتي عندك كل ستة بيت بيخش على بوكس. يخليه اربعة بيت. لو تتذكروا هنا كانوا اربعة بيت. فردناه الستة. هنا هنا بتروح ايه ايه? اه تكشون تاني يعني ده انا صح. بتروح ايه تخلي مسلا الستة اللون ده. اه تخلي الستة ايه? تخليهم ايه? اربعة تاني. يبقى كل واحد من دول هيخش على الاس بوكس. طب الاس بوكس بقى بيعمل ايه? ولا ايه دانية بص. اللهم صلى الله عليه وسلم ازاي برك رسينا الحمد. قال لك انت مسلا هنعتبر ايه ان اتكلم على الاول. ماشي? قال لك تاخد الاتنين العطار. ده وده. دول لو تتذكر دول انت جايبهم اساسا من الاسبال. حطهم جميع بعض. يعني اعتبرهم رقم واحد. يبقى لما نقول زير واحد دوت دول بايناري اللي هو ايه? واحد. يبقى انت دلوقتي عرفت انه هو في اس بوكس تابل. يبقى انت دلوقتي عرفت دوت ده رقم الرو. يبقى انت دلوقتي عندك الرو رقم واحد. عظيم. طب ايه تاني. قال لي خوض اللي اربعة بقى اللي بقين دول. اللي بقين اربعة وحييت. اربعة وحييت دول معنومة. كانت خمس تاشر. يبقى كلهم خمس تاشر. تعلم بتحقي دول؟ اللهم مستعنا. اللهم صلى الله وسلم на Estherод رقم واحد. الكلوم رقم خمستاشر تطلع في زيرو تمانية. تمام? يبقى ناتج عندك زيرو تمانية. تمام? زيرو تمانية اللي هو تمانية معنا صح? خليها الاربعة بيت. آآ التمانية ببيناري هيكون ايه? الف. يبقى انت دلوقتي يبقى انت حولت الرقم دوت هيكون كم? لالف. عظيم? عظيم. طب هو هو مثلا ذاكره كنان. يقول لك مثلا ان واحد تلاتة زيرو واحد واحد الى اخره. الرقم ده. تمام? جرم انت توقف في فيديو وحاول تعمله. وهتلاقي عندك ايه? الجدر الموجود. تمام? وقفت اياه كم ما وقفتش اياه مش هنختلف. عندك اخر الاتنين اللي على الجنب دول هتروح مع ابتك. هتحطهم جنب بعض. الاتنين اللي على جنب. تمام? الاتنين اللي على جنب دوت معناها حداشر دوت بيسوي كم? بيسوي تلاتة. تمام? يبقى انت دلوقتي عندك الرقم تلاتة عظيم عظيم. قال لك اه اللي في النص دوت? زرو 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 واحد يبقى ادوت بيسوي واحد. يبقى انت عندك رو رقم اه الكلو رقم واحد. يبقى انت عندك رو تلاتة م pequلم واحد يبقى عندك اتناشر الاتناشرifier الاتناشر بالبيناد هتلاقى هي الصين الاتنين verzيرو فالاتنين بيس тобой زيرو صحيحك? الرو زيرو. ماشي? عندك كمان اربعة زيرو في المصف فزيرو برده. يبقى بيساوي مفروض كام اربعتاشر. هتلاقي محلولها تلتاشر والدكتور ايه? احنا بديت على ثلاثة. عظيم عظيم. يبقى كده ايه? زي الفن. هنا بيقول لك بقى احنا عندك صيفر والريفيرس الصيفر. اللي هو بعد ما نعمل صيفر عايزين مسلا نجعه او حاجة زي كده. فقال لك انت عندك اه اه سلم اه ماشي اه بنتستخدم احنا كنا نتذكر كان ان احنا بنستخدم مكسر والاسوابر في الفانكشن. او تذكر يعني. اللهم صلى على الحديث النبي. اه وصل الله وسلم زي بارك للسيدين. محمد هنا هوا الاسوابر والمكسر صح? تمام. فالك عندك اه اتنين الابروتش. الابروتش الاولى انك ما تستخدم السوابر في او تمام يعني اللي هو مثلا وصل. عليك اول ابروتش. هتعمل كل عادي اه هي الديفرنت بس. اه هتكون عندها بس ما فيش السور. يعني هيعمل و هكذا بس ما ما يغيرش. يعني اه الله مصر الله سلام بارك على سيدنا حمد. هو اللي يخليه و هيخليه تمام. هيعملوا يخش على بس ايه? يخليهم ايه? زي ما هم. تمام? تمام. اه دي هتأول البتاعة. وهتلاقي هنا هتلاقي هنا اوضحة في الرسمة ازاي? انا مش عارفها المفكورة في الرسمة ولا ايه عشان ما هيبكة. بس عمكة يعني انك تكون عارفة يعني ايه? الراوند الاخير الراوند ستاشر هي اللي بتكون ايه? مختلفة بس عن البقاء. ان هو ايه ما بيعملش فيها الاسوار تمام? اه دي شوية السودو كود هو دكتور ما اعطاكم مكنش راحتها ايه. بس ممكن نقرأ يعني ايه هتكون الامبه يسير يعني شوانا بس عشان مثل بديو من اكثر من كده. عندك بقى الابروتش التاني اللي هو ايه? هيماشي ستاشر اه ستاشر اه راوند عادي. ستاشر راوند فيهم السواب وفيهم الماكسيب. بس بعد ما يخلص اعمل السواب تاني. طب لما يعمل السواب تاني يبقى لغة ايه? السواب دهو. يبقى فاهم? يعني الفيكتور بتاعه كاين هو ايه ما عملوك? بس يعني عشان بس يعني ايه? ما يلقبطش حد مسلا يقول له الراوند الاخير اخلي بالك لأ. كلهم كل الراوند يعني ماشيين على واحد. انما في الاخر بعد ما يخلص يروح يعمل ايه? السواب بتاعي. عظيم? عظيم. بيقول لك بقى. لو تذكروا احنا كان ايلي انه داخل ستة وخمسين بيت. بس الفعلي اللي احنا بنستخدمه تمامينة واربعين بيت. طب دع ازاي بقى? بيقول لك الستة وخمسين بيت دوت عمل يعمل ستاشر سبكي. يعني واحد اتنين تلاتة. طب تقول لي ستتاشر. عشان انت عندك ستتاشر راوند. واحنا قيلين ان كل راوند هيكون لها ايه? اه يعني اصبكي او صبكي مختلف عن غيره. تمام? تمام. فاول حاجة اللهم صلى الله عليه وسلم زي بارك على سيد نحمد هيقول لك اساسها ان ال كي كان بادئ اه اربع وستين. برتي بيتس. يعني ايه برتي بيتس? اه زمان كانوا عشان مثلا اه كان عشان يعني كان فيه اروز او حاجة زي كده. هو كان يحط مع كل سبع بيت. يحط فيه اه بيت اسمها بارتي. تمام? مش تبع كيه. بس عشان اه يعمل يعني مهاتزة. تمام? هتلاقي فيه هنا برضو اه شوية ايه? تفصيل يعني عنه. بس الفكرة انهما يحطوا دلوقتي يحطوا كل كل سبعة يحطوا لهم واحدة زيادة. هتجي تحسبهم يبقى الاربعة وستين بيت. منهم تمانية باريت بيت. فهو بيشغل. يبقى انت دلوقتي عندك بالنسبة لك ستة وخمسين. وفيه بعض المراجعة تعتبر ايه ستة وخمسين وفكك بعد كده عندك ستة وخمسين بتروح قيمة اسمه. تمانية وعشرين وثمانية وعشرين. ماشي? دلوقتي ايه? نوضح الدنيا ديها شوية. مش مذكورة في الاستفادة. يعني ايه? ان شاء الله هحاول نختصر الدنيا فيها. هنا مثلا بيقول لك اي بيت من دول دول على فكرة كام ستة وخمسين. اه فدلوقتي بيحولوا من كام من وربعة وستين لستة وخمسين. بيقول لك اي بيت اللي هي مش مذكورة في هما دول ايه? اللي بتعمل لهم ايه? لو هم تديك مسلا ايه كاربعة وستين. مش مدولك ستة وخمسين جهز. فانت تعمل له بيت ازاي? هتشوف ايه ايه? ايه البيتس اللي مش موجودة? البيتس اللي مش موجودة تمانية ستاشة اربعة وعشرين اتين ودلاتين اربعين. في الاغلب دول عشان احنا قلنا. كل ست سبع بيت. كل سبع بيت مسلا اه سبع بيت. يبقى في واحد زيادة في الاخر. دوت ايه? البيت يتبر. فهتلاقي مسلا هنا واحد. هتلاقي ايه هتلاقي في الاخر هنا مسلا في اول تمانية بيت. وهتلاقي مسلا في اخر التمانية بيت اللي بعدهم اللي هو هيكون بتاعه ستاشة. هتلاقي اللي بعده ثمان اربعة وعشرين وهكسلهم ضعفات تمانية يعني. اللي هما ايه? التمانية دول. دول ايه? هيتشالوا. وعشان كده تحول الكي ساعتها الكان هي ستة وخمسين بيت. بعد كده بتقسم الكي. اتنين. فينا حاجة. بيقولك بتعمله شفت الليفت. تمام? بيقولك بقى اللهم صلى الله سلام عليكم يا سيدنا حمد. انت بتعمل شفت الكي بمعنى صح? انت معاك الكي هوت? انت بتعمله شفت ببيت اي اما اتنين بيت. لو بتعمله اتنين بيتس باي راون. ايه? عدد واحد اتنين تسعة ستاشة. بتعمله شفت ايه? ببيت واحد. بس ما يعني ايه? مش مضطرق لتفصيل ايه. تمام? انت بس هيقولك نمبر احنا قلنا اللي هو اه واحد واثنين وتسعة وستاشة. دولنا هتبون ايه? بنعمل شفت ببيت واحد. انما البقى اتنين. ايه دي مجرد حاجات يعني اه تكون عارفة. اه يعني ما كانش في اه اه امسل عليها كحل وقت. تمام? تمام? طب ايه كي اه كي كومبوريشن تابل ايه دوت? يا بصوا يا اخوان. اللهم صلى الله عليه وسلم ازاي بريك الاسكين احنا. احنا دلوقتي عندك كان اربعة وستين. عملنا بيت اه. والله ما فكر اسمها ايه? بريتي تعريبا. معلي اه مش بريتي. دخلنا على بريتي. بيت. دروب. بقى الاربعة وستين نتحول الكام? خمسة واربعين. عظيم? عظيم. الاربعة وخمسين دوت احنا بالفعل احنا عاكزين نحوله ان يكون كام? تمانية واربعين. الاربعة وخمسين الكي دوت احنا بنعمل منه الستاشر كي. ستاشر كي مختلفين. ويكونوا كام? تمانية واربعين بيت. طب ازاي? اول حاجة الاربعة وخمسين دي. نروح ايمين نقسمها. التمانية وعشرين. تمانية وعشرين. بعد كده على حسب الراوند لو انت واحد اتنين تسعة ستاشر بنعمل شفت ببيت واحدة. تمام? هنعمل شفت ايا كان بعد ما عملنا شفت يعني وكده خلصنا. هلوح ايمين يخش على البي كومبريشن تابول? البي كومبريشن تابول دوت? مثلا ده مسهلا بس مذكور هنا. البي كومبريشن تابول. هتلاقي في شوية ارقام مش موجودة. ده هنا. شفت شفت البرتي شفت جدول البرتي. شفت جدول البرتي هو نفس الحوار. مش كان فيه مش موجودة دول ما اعتبر انهم مش معنا? ايوة. هنا بالفعل في شوية كده مش موجودة. هتلاقي مثلا منهم هتلاحز منهم ال 18 مش موجودة. ال 18 مش معنا. طب وترتبهم ترتبهم هنبدأ كده. يعني قال لك اول بيت هتعتبرها ال 14. اتاني بيت هتعتبرها ال 17. تالت بيت هتعتبرها ال 11. رابع بيت هتعتبرها ال 24. وهكذا تمام? وهتلاقي فيه هنا. المفروض هتلاقي كام? احنا قلنا هنتحول من كام من 56 هنا؟ 48. هتلاقي فيه 8 ارقام هنا مش موجودة. منهم ال 18 وهتلاقي فيه 7 تنين. ما بسيتش عشان نحسبهم الحقيقة. ماشي? اه فبس يعني. فكده يعتبر انت كده عملت اه? الكيكو براشة. وده ما شرحش بالتواصيل زي ما ذكرنا بس يعني اه? اه ده تقريبا اللي كانت ذكر. واعتقد كان الدكتور وقف لحد دينا. ومش حالكم بأس المحاضرة خلصة ولاية. فسدي شوية عبيريزمات يعني اهم من راكرة طالب بس برضو ممكن ملاحد يعني ايه. يوص على اه احطيات. بس يعني. فكذا ان شاء الله انتهنا من محاضرة. فما كان من خلصة من الله. فما كان من خطر مسيان وشيطان. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.